اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر ابتدينا نتكلم عن حاجة اسمها acute coronary syndrome او نقدر نقول عليها بالعربي كده الازمة القلبية اللي هي غالبا بيكون عيان جاي بقلم في الصدر وعرفنا ان acute coronary syndrome بيتقسم الى 3 انواع رئيسية النوع الاول STEMI ST elevated MI يعني جلطة في القلب ومعاها ST مرفوعة في رسم القلب او معاها Lift Bundle Branch Block جديد ودي الحلقة اللي فاتت وتكلمنا عنها ولازم تشوفها لان الكلام هنا مرتبط ببعضه عشان ما نكررش الكلام تاني وهسيب لك الرابط بتاعها في الوصفة اسفل الفيديو اما النوع التاني اسمه non-stemy وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة ومعناه ان دي جلطة في القلب لكن مفيش علامات STEMI مفيش ST مرفوعة في رسم القلب ولا في Lift Bundle Branch Block جديد لكن انزيمات القلب عالية زي التروبينين والCKMB والنوع التالت هو Unstable Angina او الزبحة الصدرية الغير مستقرة ودي بيكون ما فيهاش ST مرفوعة ولا فيها انزيمات قلب عالية وهنبقى نتكلم عنها في حلقة بعد كده ان شاء الله يبقى حلقتنا النهاردة عن non-stemy وما تنساش في البداية يعمل لي لايك الفيديو نقدر نقول ان non-stemy دي جلطة في القلب لكن غير مكتملة هي خطر لكنها اقل خطرا من STEMI وعوامل الخطر او العوامل المساعدة اللي ممكن تخلي الشخص يجيله non-stemy زيها برضو زي STEMI يعني السن الكبير التدخين السكر الضغط السمنة قلة الحركة الحاجات اللي احنا قلناها هناك وكمان الاعراض بتكون شبه STEMI الأكيوت كورونري سندروم عموما اعراضه واحدة واللي من اهمها طبعا قلم في الصدر زي ما قلنا هناك برضو فخلونا نعرف دلوقتي ازاي نتعامل مع حالة non-stemy عيان جالك المستشفى ومعها شست بين او قلم في الصدر وانت استبعدت الاسباب الاخرى بتاعت قلم الصدر وشايف ان المشكلة في القلب والعيان عنده أكيوت كورونري سندروم هنبدأ نتعامل معها ازاي اولا ABC اي عيان طوارئ ABC Airway تشوف ال Airway بتاعه مفتوح ولا لا ولا العيان كوماتوزد في غيبوبة محتاج تركب له Airway مثلا او Endotracheal Tube تشوف ال Breathing العيان بيتنفس ولا لا تشوف Circulation وال Vital Signs هل العيان الرست فتشتغل عليه CPR ولا لا دي حاجات زي اي عيان طوارئ المفروض تكون عارفها وبعدين تركب للعيان بتاعك IV line تركب له كانولا وتشوف الاكسجين بتاعه لو كان قليل تحطه على اكسجين بعد كده تدي له اربع اقراس اسبرين اطفال اسبوسيد 75 ميلي جرام يمضغهم يقرقشهم كده زي ما بنقول واربع اقراس كلوبيدو جريل 75 برضه يمضغهم لو القلم اللي مع العيان شديد ممكن تدي له مورفين IV وريد ماينفعش عضل في الحالة دي ما تديش للعيان اي حاجة عضل كله يكون وريد فممكن تدي له مورفين وريد وممكن تدي له متوكليبرومايد وريد بعد كده ممكن تدي للعيان بتاعك دينترا قرص تحت اللسان عشان القلم ولو ان الافضل ان احنا نخلي الدينترا بعد رسم القلب لان الدينترا في احوال كده ماينفعش نديها زي مثلا لو العيان كان معا رايد فينتريكولر انفاركشن جلطة في البوتين الايمن ودي هتبان معاك شوية برسم القلب كمان ماينفعش تدي دينترا لو العيان عنده انخفاض في ضغط الدم ولا ينفع تدي دينترا لو العيان واخد فياجرا او حاجة شبهها في اخر 24-48 ساعة فطبعا لازم تسأل العيان بتاعك خصوصا لو كان جايلك يوم الجمعة مثلا او يوم الخميس او في اي وقت اسأله هل واخد فياجرا او حاجة شبهها ولا لا لانه لو واخد ممنوع ممنوع انه ياخد دينترا او نيتريتس عموما بعد كده تعمل العيان بتاعك ECG رسم قلب وانزيمات قلب تروبينين وسي كي ام بي والافضل التروبينين احسنهم وفي حالتنا هنا اللي هي نانستيمي هتلاقي ان رسم القلب ما فيهوش ST elevation ما فيش ST مرفوعة عن البيز لاين ولا فيه new onset lift band branch block زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت عشان كده لازم تشوفها لكن ممكن تلاقي شوية تغييرات تانية ممكن تلاقي ST depression الST منخافضة عن الايزو الكتريك لاين او ممكن تلاقي T wave inversion التى مقلوبة او Q waves حاجات زي كده شوية تغييرات في رسم القلب ممكن تلاقيها او ممكن تلاقي رسم القلب طبيعي لكن الانزيمات هتلاقيها مرتفعة التروبينين والسي كي ام بي كده العيان بتاعك اتشخص ان هو نانستيمي انزيمات عالية وما فيش ST مرفوعة فالعيان بتاعك بيتحجز في العناية المركزة ونعمله monitoring cardiac monitoring وبنعمله serial ECG cardiac enzymes يعني بنعادله رسم القلب والانزيمات بتاعت القلب كل من 3 ل 6 ساعات تقريبا بعد كده ممكن نديله بقى داينترا لو ما كانش خدها في البداية ممكن نديله داينترا تحت اللسان كل خمس دقايق لمدة 3 جرعات عشان نتحكم في القلم وبعد المرضى ممكن نحتاج نديهم infusion nitrates بالتنقيط الوريدي زي العيانين اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم او العيانين اللي عندهم heart failure بعد كده ادي للعيان بتاعك anti-coagulation حاجة زي unfractionated heparin او loomolecular weight heparin حاجة زي الكليكسان مثلا بعد كده ندي للعيان بتاعنا beta blockers لو ما فيش contra indications او موانع استخدام ليهم كمان ممكن نبدأ للعيان بتاعنا اس angiotensine converting enzyme inhibitors او ARBS خصوصا لو العيان بتاعنا diabetic عنده سكر او لسه hypertensive ضغطه عالي او الايجيكشن فريكشن بتاعه اقل من 40% او العيان معه chronic kidney disease مشكلة في وظائف الكلى مزمنة كمان العيان بتاعنا هتبدأ معه statin كل ده طبعا في العناية هنديله statin زي الاتورفا statin بالجرعة العالية بتاعته بال high dose وطبعا في العناية هتتعامل مع اي complications او اي مضاعفات موجودة زي heart failure مثلا لو فيه فشل في القلب او cardiogenic shock او بالموناري اديمة اي مشكلة طبيب العناية وطبيب القلب هيتعامل معها في العناية بعد كده الخطوة المهمة العيان بتاعنا ده بقى هيحتاج coronary angiography اللي هي اسطراء بتحقن سبغة وبنصور الشرايين بتاعت القلب عشان نشوف العيان بتاعنا هيحتاج ايه بعد كده هل هيحتاج stent هيحتاج دعامة مثلا عشان فيه حتة ديقة في الشرايين محتاجين نوسعها هل هيحتاج cabbage يعني هيحتاج قلب مفتوح ونغير شرايين وحاجات زي كده ولا العيان بتاعنا مش هيحتاج حاجة ويحتاج بس ضبط الأدوية والمتابعة بعد كده وخلاص كل ده بيتحدد بالcoronary angiography واللي المفروض نعمله في خلال من 24 ل 48 ساعة من حجز المريض في العناية المركزة الا في بعض الحالات لازم نعمله بسرعة immediately لو كان العيان unstable العيان عنده heart failure او cardiogenic shock او الشست بين او قلم الصدر مش راضي يفك او معاه الريثمية كل الحاجات دي تخليك تعمل للعيان ده الكورونري angiography بسرعة عشان نشوف ايه الاجراء المطلوب ونعمله وبالمناسبة الثرومبوليسز او الادوية اللي هي بتدو بالجلطة ما بنستخدمهاش هنا في النونستيمي يعني ما بنستخدمش تي بي اي ولا بنستخدم ستريبتو كينيز في هذا النوع بعد العيان ما بيعمل الكورونري angiography ودكتور القلب والعناية بيكرروا العيان محتاج ايه وخلاص عملنا الاجراء المطلوب والعيان حالته استكرت خلاص بيخرج وبيروح البيت بتاعه وبيتابع باستمرار مع دكتور القلب بتاعه وغالبا بيمشي على نفس الادوية اللي قلناها هناك برضو في الاستيمي ويتابع بشكل دقيق وكمان يزبط نمط حياته زي ما قلنا اذا كان وزنه زيادة يقلل وزنه اذا كان بيدخن يبطل تدخين نتحكم كويس في الضغط والسكر والدهون وهكذا زي ما قلنا هناك بالزبط وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم